عقب سنوات من الفوضى والعنف أبعدته عن محيطه العربي يسعى العراق لالتقاط أنفاسه والعودة للبناء والإعمار مرحلة حاسمة تدفع بالعراق لاتخاذ خطوات متتالية لرسم طريق العودة إلى بيته العربي وآخر هذه الخطوات زيارة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى المملكة العربية السعودية زيارة تعكس أهمية دور المملكة في ملف إعمار العراق وتعزيز مكانته البارزة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة واستقبل العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبحث الجانبان في الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والمجالات فيما يتعلق بالاستثمار وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين كما أكد الجانبان على ضرورة تنسيق المواقف المشتركة بما يتعلق بوضع المنطقة بشكل عام إضافة إلى تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية في المجلسين معي من الرياض الباحث في العلاقات الدولية السيد سالم اليامي ومن بغداد الباحث في الشؤون العراقية سيد إبراهيم الدوليمي أريد أن أبدأ بداية مع سيد إبراهيم الدوليمي سيد إبراهيم ما أهمية هذه الزيارة التي سبقتها زيارات مهمة أيضا سيد مقتد الصدر كان في المملكة العربية السعودية هذا العام الرئيس العراقي كان هناك أيضا كان هناك ذكر للعراق وتقوية يعني روابط العلاقات الاستراتيجية معه خلال خطاب العاهل السعودي أيضا باعتقادك إلى أين تذهب هذه العلاقات خصوصا على البعدين الاستراتيجي ويعني الثنائي أيضا نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للاستضافة وتحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الكرام أنا أستطيع أن أقول أنها عودت لأخوين الحبيبين بل هي عائدة أساسا أنت تعلم سيد الكريم المملكة العربية السعودية لها ثقلها العربي ولها ثقلها الدولي وهي محتضنة للبيت العربي بشكل كبير ما جرى بين العراق والمملكة العربية السعودية تستطيع أن تصفه خصام ليس بين الشعبين ولكن هو تنافس إقليمي على موضوع العراق أما القطيعة التي كانت بسبب أخطاء حكومات سابقة قلق حكومات سابقة هذا لا يعني أنه القطيعة بين المملكة والعراق أبدا للشعب السعودي في قلوبنا مودة كبيرة وكذلك الشعب السعودي للعراق والعراقيين يكلون لهم حبا كبير ولكن اختلاف السياسات المتناقضة بين جهة ما وجهة أخرى أدى إلى ما أدى من قطيعة في العراق ما أستطيع أن أقوله هو بث الإعلام الأصفر الذي كان يتهم المملكة اتهامات أعتبرها غير أخلاقية بأنها تؤذي العراق ترسل أناس غير معتدلين للعراق وما شاكل ذلك والزيارات المتكررة التي قام بها رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين العراقيين إلى زيارة الأستاذ محمد الحلبوسي أيضا الزيارات المتبادلة من الجانب السعودي المبادرات للمملكة العربية السعودية المبادرات الكريمة التي جعلت المودة تكبر وأعطت إشارة كبيرة جدا عندما عاونت العراق في موضوع ملف النازحين عاونت العراق في موضوع محاربة داعش عاونت العراق حتى في الشأن الرياضي لو لا المملكة العربية السعودية لم يرفع الحذر عن الرياضة العراقية السعودية لها ليس فقط لها ثقلها على العراق عفوة تفضل طيب سيد سالم اليامي أهمية هذه الزيارة إلى الجانب السعودية المملكة العربية السعودية الآن لها أواصر القربة والجيرة مع العراق الأخوة القديمة والمتأصلة حتى اجتماعيا وعشائريا وما شابه رأينا وجودها يعني يتزايد خلال الفترة الماضية خصوصا في الجانب الرياضي أو الاقتصادي في العراق ما الخطط الاستراتيجية تعتقد أهمية العراق لدى الجانب السعودي بسم الله الرحمن الرحيم وحيي كساد ماجد وحيي سعادة الضيف من الطرف الآخر من بغداد الحبيبة وحيي سيدات والسادة المشاهدين يعني العلاقات السعودية العراقية هي في الفترة الماضية ودعني أقول تحديدا في الثلاث السنوات الماضية هي نمت بشكل حقيقة مريح وبشكل يعكس أهمية حقيقة يعني وضع العلاقات بالنسبة للطرفين المملكة العربية السعودية تعرف وتوقن وتؤمن أن العراق لن يعيش بصورته الطبيعية إلا في حاضنته الطبيعية وهي الحاضنة العربية وتدرك المملكة العربية السعودية ويدرك كل العراقيون أن هناك حالة من الاستقطاب الإقليمي ونعرف هذه الحالة ونعرف أسبابها والكل يعرف أسبابها العراق لن يكون الدولة والنظام والمجتمع إلا إذا عاشها بطريقته الطبيعية فالعلاقات في الثلاث سنوات الماضية هي أخذت صورة ممتازة وممتازة جدا العكس هذا حقيقة جملة الزيارات للسياسيين والعسكريين وتعزيز العمل الدبلوماسي التفكير في جوانب أخرى تهم العراق مثل التجارة فتح الحدود تبادل الرحلات الجوية يعني كلها فتح المعابر هناك معبر فتح العام أو قبل العام المشاركة في أنشطة تعود على البلدين بفوائد في مجال الطاقة وفي مجالات أخرى كل هذا في الحقيقة هو يعود إلى السعي إلى إعادة العراق إلى حاضنته الطبيعية ليس إعادته قسرا لأن هناك نية أصلا يعني القيادات العراقية التي قدمت هذه المشاريع يعني وجدت ارتياح لدى الشارع العربي ودعني أقول للحقيقة أنه ليس لدى المملكة العربية السعودية فقط إنما هو في الدائرة الأولى في الدائرة الخليجية ونحن قبل أقل من عام تقريبا كان هناك مؤتمر إعمار العراق ومساعدته على النهوض في الفترة القادمة بعد زوال داعش في الشقيق الكويت أيضا بمعنى أن الحضن الخليجي والحضن العربي هي الأحضان الطبيعية ولعل القيادات السياسية والاجتماعية وحتى يعني الاجتماعية الكبيرة ومنهم ذكرت زيارة السيد السستاني للمملكة قبل مدة ولقاء سمو ولي العهد والحديث حقيقة عن مسارات عميقة في العلاقات العلاقات موجودة ولكنها في الحقيقة في الثلاث الأعوام الأخيرة بدأت تأخذ مسارات متقدمة ويعني المملكة تحاول حقيقة تحاول بكل جهد أن تكون رأس الحرب العربي الذي يساعد الأشقاء العراق في هذه المرحلة الصعبة للعودة إلى الحاضنة الطبيعية الحاضنة العربية طيب السيد إبراهيم الدوليمي في هذا التوقيت من تاريخ العراق هناك في الواقع مشاكل كثيرة منها مشاكل خدمية مشاكل كهرباء مشاكل اقتصادية بعيدا عن السياسة أنا سأصل للسياسة في أسئلة أخرى العراق كيف ممكن أن يستفيد من هذه العلاقات الجديدة مع المملكة العربية السعودية ماذا يطلب منه ماذا يريد من المملكة العربية السعودية أو من دول القليج لمساعدته تعرف سيدي الكريم المملكة العربية السعودية كما استفت لها ثقلها الكبير والعراق كانت ولا زالت امتداداته عربية قليجية الإمكانية عند المملكة العربية السعودية والجيرة يعني الحكم الجغرافي بين العراق والمملكة العربية السعودية له أهمية كبيرة نستطيع أن نتبادل المصالح المشتركة فيما بيننا مثلا العراق الآن بحاجة إلى الطاقة وزير الطاقة يعني الله يحفظ جلالة الملك وسموه الأمير محمد بأثه وزير الطاقة لمن عرفه العراق محتاج إلى طاقة عندنا منفذ جديد تكفلت في المملكة العربية السعودية منفذ بالسماوة يعني على الحدود السعودية العراقية من ناحية السماوة منفذ عرار أيضا الآن جاهز هناك تمهيدات كبيرة من قبل الجانبين لفتح هذه الأطر وجعلها بشكل تدريجي أو ما يستطيع أن يعمل به بالسرعة الممكنة لإستفاد العراق من هذا الجانب أيضا لا تنسى سيد الكريم العلاقات السياسية بين الحكومة العراقية والمملكة العربية السعودية هي لها تأثير على عمق عربي كامل وما زيارة أستاذ محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي أنا في تفسيري وفي هذا التوقيت بالتحديد وفي هذه اللحظة بالتحقيق إلا هي رسالة إلى باشنطن خلنا نكون صريح إلى مجلس الشيخ الأمريكي نحن نرفض التدخل بالشؤون داخلية العراقية كما نرفض التدخل بالشؤون الخاصة بالمملكة العربية السعودية ولهذا هي أيضا رسالة دعم من رئيس البرلمان الذي يمثل الشعب العراقي وبالتالي هناك مجالات أنت تعلم الثقل المملكة العربية السعودية في جانب البترول والنفط كما ثقل العراق المملكة العربية السعودية والعراق عندما يتحدان ويتفقان على استراتيجية متكاملة بعيدة المدى سوف يكون لهم تأثير حتى على المستوى الشرق الأوسط إذا ما أروح أبعد على مستوى العالم ولهذا هناك جهات حاولت ولا زالت تحاول تبعد الطرف العراقي عن جناحه العربي وعلى يقين ويقين تام أن الأيام القادمة ستشهد تغييرات كبيرة جدا خاصة وأن المملكة العربية السعودية لم تبخل على أي دولة من الدول التي تحتاجت مثل لبنان مثل المصر مثل العراق مثل اليمن أخيرها البارحة المتابع للأخبار المملكة العربية السعودية تعهدت أن تدفع على تونس 880 مليون دولار وهذه كل امتدادات طيب سيد سالم اليامي المملكة العربية السعودية كان لديها أيضا رحلات من قبل تجار وأصحاب أعمال كبار إلى بغداد رأيناهم الفترة الماضية رأينا علاقات بين المسؤولين زيارات لكن يعني بعد احتلال الجانب الأمريكي للعراق والأهوال والمصائب التي مرت على العراق متى ستعود هناك يعني زيارات شعبية هناك سياحة هناك تداخل كامل متى تعتقد هذا الموضوع ممكن أن يتم يعني في الحقيقة في الفترة الماضية شهدنا نمو كبير للعلاقات الثنائية العراقية السعودية موضوع الجانب الشعبوي هو يعني حسب معلوماته هو مستمر وهناك زيارات للسعوديين سواء كانوا رجال أعمال أو مستثمرين أو كانوا يذهبون للعراق لزيارات خاصة هذا مفتوح وهناك يعني رحلات جوية منتظمة بين المملكة وبين العراق هناك أيضا الجزئية التي تحدث عنها الزميل من العراق وهي المعابر الحدودية أيضا مفتوحة كل هذه الأمور في تقديري تأتي في مرحلة أن المملكة تدرك أن العراق في مرحلة تعافي وأن مرحلة هذه التعافي تحتاج حقيقة إلى الدماء العربية العربية السعودية العراقية والمصالح في تقديري حتى في مواجهة الآخرين كما أشار الضيف وهذه ملاحظة ذكية جدا يعني أن اللحمة العربية هي جزء من ما تبحث عنه المملكة العربية السعودية من تعزيز صدقاتها بالعالم فالبيت العربي وجزء منه وجزء من لحمته الكبيرة والمهمة والمهمة جدا الجانب العراقي وهذا سلوك سعودي في الحقيقة وهو سلوك عربي يعني ولكنه يكون أكثر وضوحا في الحالة الخليجية العراقية يعني هناك يعني نسيان لكثير من مآسي الماضي وهناك محاولة لإحلال كثير من المصالح والضروريات التي ينعم بها البلدين خاصة اليوم والعراق يتعافى في أعقاب ما بعد داعش وهو يعني مقبل على نهضة ومقبل على بناء ومقبل على تعمير والجانب الخليجي هو متحمس لهذه الأطر عبر المسارات الشعبية وعبر المسارات الحكومية والمؤسستية بين البلدين طيب سيد إبراهيم الدليمي أخيرا ربما أتطرق بعض الشيء في الختام للموضوع السياسي العراق والمملكة العربية السعودية هناك تحالف مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن وهذا يقرب يعني بعض العلاقات الثنائية لكن هناك خلاف حقيقي حول إيران ودورها في العراق الكثير من الأحزاب تعمل في مضلة إيران إيران لا تزال يعني مطلعة ولها اليد الطولة في العراق متى سينتهي ذلك يعني متى سيكون هذا الأمر الذي يعيق العلاقات دائما يكون له نهاية سيدي الكريم أنت تعرف العراق مر برحلة احتلال أمريكي وسقوط الدولة يعني الحكومة العراقية بالكامل ولم تسقط الدولة سقطت الحكومة العراقية في حينها وأدى ذلك إلى تدخلات يعني خلقون صريح يا جنابك الكريم ويا المشاهدين أدت إلى تدخلات الكثير من دول العالم يعني توغلت في العراق بقصد أو غير قصد بمصالح أو غير مصالح الآن العراق ينهض مثل ما تفضل ضيفك الكريم العزيز العراق ينهض العراق بدأ يتعافى العراق بدأ يعني ينفض الغبار عن جسده امتداده العربي بدأ يتواصل امتداده الإقليمي يتواصل الدولي زيارة الدكتور برهم صالح إلى المملكة وإلى الفاتيكان وإلى بعض الدول الأوروبية زيارة رئيس البرلمان إلى قطر إلى الإمارات إلى الكويت إلى بعض البلدان الأخرى هذه كلها انفتاحات اندلت على شيء فتدل على أن تحديداً هذه الزيارة هذه الزيارة أعطت بعد وأعطت وضوح كامل أن العراق يسعى إلى محيطه العربي ومن يثق بهم العراق ليس مسرحاً لتدخلات يعني خلص الوقت الذي يتدخل أحد بشؤون العراق العراق الآن يعني تخبوه وعند حكومة وحكومة على أبواب التشكيل التشكيل النهائية البرلمان اكتمل المؤسسات اكتملت حتى أقول لك سرم وصدقني أنا يعني هذا من كل قلب أتكلم بي حتى التعامل بالمؤسسات الحكومية الآن اختلف يعني الحمد لله الحمد لله حكومة عدنا عراقية قوية وعدنا برلمان قوي ونسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع الجميع من دون التدخل في الشأن العراق الداخلي أشكرك كان معي من بغداد الباحث في الشؤون العراقية السيد إبراهيم الدليمي ومن الرياض الباحث في العلاقات الدولية السيد سالم اليامي شكراً جزيلاً إليكم ترجمة نانسي قنقر